أنا هحكيلك على تجربة حياتية حقيقية لشخصية ما في مستوى راقي جدا هي والدها كان أنا مش هقول المهنة إيه لكن كان في مركز كبير وهم يعني حبت زميلها في الجامعة والاتنين تعينوا في الجامعة وبدأوا فهي بتحكي يا بابا كان في منصب كبير وكانت هي جاية من بيت يعني في رغض في العيشة جامدة وبس حبت زميلها ده وهم من سنة بعض وبتاع فبتحكي يعني أن هي تنازلت عن أبسط الأشياء اللي كانت موجودة في بيتها عادي يعني فضلت علشان بتحب الشخص ده وفضلت وقفة وراه مش مهم هي المهم هو المهم هو يدرس المهم هو يزاكر المهم هو هي بتذاكر جامبه بس الأساس هو أنه يبقى حاجة وفضلت تنازلت عن أنه مثلا يبقى عندها جهاز مثلا كمبيوتر ليها مش مهم أنا المهم هو أنا أنزل في البرد وبالليل أكتب بر يعني قبل بالوقتي أكتب بقى في المكاتب الرسالة بتاعتي بس هو يكتب هو وحكته هو مش مهم أنا مش عارفة أجيب بلبس عشان وانا بناقش الرسالة بتاعتي المهم يلبس هو البدلة الحلوة مش مهم أنا مش عارفة إيه وهي معاها ومتاخدش من باباها علشان هو ما تحرجوش وتعملش وأول ما هو يعني بقى في منصب وحاجة لذيذة وكده حب إيه زميلة ليهم يعني تالتة وقال لها أمتي حرة يا أنا بحبها وأنا هتجوزها طعيط وتتشعل وتتهبد يعني إيه ده أنا وقفت جمه طب والحب اللي بيننا والله ده اللي حصل هو كان واضح جدا معاها أنه حب الزميلة ليهم دي وأنا بحبها وهتجوزها وهي كانت عايشة في بيتها إيلة فهو كان واضح لدرجة مرعبة أنه عمل خطوبة وبقى يجيبها وعمل خطوبة حفلة خطوبة ولم يلقي بلن أبدا لزوجته وأولاده أولاده يعني ما حسش أنه يعني هم ممكن يعني نفسيتهم حتى تتعب أو كده طبعا الزوجة كانت في مرحلة من الضمار الفضيع المهم هي وصلت لمرحلة أن هي لأ مش هتفرط فيه وهتقبل بالوضع طرت يعني هي استحملت كتير جدا عشان هو يوصل للمكان اللي هو وصل لها دي قام جايب واحدة ما اسمها في حياتها طب يا بنت ما تمشي هو أنت مستنية هو أنت ده أنت بنت فلان الفلاني ده أنت كذا تقول لك طب أنا بحبه وبعدين أنا أفضل أستحمل كل ده لغاية ما يوصل أم سلماك ده لزم أشارة لوحدة تانية تاخده على الجهز من غير تعب طبعا على الأقل أخذ نص من اللي أنا تعبت فيه بصي يعني هي وصلت يعيني أنها خلاص هتعمل إيه هو أمر واقع خادت النص هي بقى طبعا عايشة بقى في مراحل إيه العدل بقى إيه هو طبعا صفرها يتفسحوا سفرية كاملة وبتاعه ودلع وأنا هو طلع مؤتمر يومين قال لي هاخدك أنت معايا هو أنا طلع المؤتمر أنا هتفسح بعد ما يخلص شغله بس هقول لأ فضلت هي بتقية هتعمل إيه فضلت تقول يعني ناس كتير من صحابة بقى يقولولها إيه خلاص قامشي شو لا ما أقدرش أنا بحبه وعايز أكمل معاه وكده بس هي طبعا جاية على نفسها ودايسة على مشاعرها ومستحملة حاجات محدش يستحملها عشان بتحبه طيب عشان كده سألتك ويا طارة بعد كل ده فعلا زي ما قالت على الأقل أخذ النص مش هتاخد النص عارفة ليه دعاء لأن البني آدم اللي من الأول اتعود ياخد بس عمره ما هيعرف يدي والبني آدم اللي اتعود أنه يدي بس طول الوقت لحد ما ينسى أنه بني آدم وأنه هو كمان محتاج ياخد عمره ما هيعرف يقول أنا محتاج فكل مرة أو كل يوم أو كل فترة هي بتقضيها معاه في تنازلات مش هتعرف تعلي عنها يعني أنت بتقولي الجديدة خدت سفرية كاملة بفصحة كاملة ودي خدت يومين وحنتفسح بعد المؤتمر وإذا كان عجبك فيها يالت عجبني المرة الجاية حبقى ديكي فلوس تروحي تعملي دي يوز أنتي وليال من غيري المرة اللي بعدها أصلا أنا مش قادر ومش عارف لكن هي قالت لما بقارن الوضع ده اللي هي فيه بوضعي وأنا بعيد وهي واخدها كله بتحرق أكتر هي يعني دمخها واخدها وهي عندها حق وهي مشاعرها حقيقية جدا وهي موضوع إن هي تسيبه ده حيبقى بالنسبة لها من ثابع المشتحيلات نار بتاكل نار بتاكل هانتلي كده لا يمكن مش هتقدر فهي عارفة مشت بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك كله أيوة مظبوط تمام؟ على الأقل أنا بشوفه على الأقل عايش معي على الأقل بيجيلي بس ديك يعني نموذج صريح وواضح لفكرة إنه الأمان المادي ما كانش موجود في الأول وكان موجود الأمان بتاع اللي هو إيه إحنا بيت لطيف ومنستحمل حاجات مادية بس إيه في سبيل إننا بنحب بعضهم ضللين على بعض بالزابة راح الأمان المادي بقى موجود الأمان بقى النفسي والراحة النفسية هي اللي مش موجودة